أكمل مع حضراتكم أخبار التمرين النهاردة نجم الفريق طبعاً كابتن حسام عشور بيكمل تمريناته في الجيم على هامش المران لأنه عنده شكوة من البرد إن شاء الله حسام عشور يكون جاهز في الفترة المقبلة عندنا عمرو السلية وميدو جابر لعب الفريق أيضاً هما كمان دخلوا في التدريب كان ميدو جابر يعتذر عن تمرين الأمس لظروف أسرية ولازم نبارك لشقيقه لأن كان زفاف شقيقه عمرو السلية نفس الأمر كان اعتذر ولكن النهاردة انتظموا في التمرين محمد نجيب هو الآخر شارك في التدريب عقب تعفيم من الإصابة محمد نجيب من اللعيب المهمين جداً 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 في دفاعات النادي الأهل وكان محمد نجيب بيشتكي من جهات في العضلة الخلفية أكرم توفيق واحد من اللعيب أيضاً اللي كانت حسان البدري بيعقد عليهم الكثير من الأمال ولكن النهارة عنده إصابة وبيغيب عن التمرين هو أوباكا مالامبي الجلوب الأفريقي اللي أيضاً عنده هو كمان بيعاني من الإصابة ورامي ربيعة كان بيخضع عليه جلستين في ألمانيا عشان برنامجه العلاجي ورامي من اللعيبة اللي لازم نتكلم على طريقة الصبر اللي موجودة في الجهاز الفني وجهاز الطب النادي الأهلي لرامي زي ما حدث مع مروان كان فيه ناس كتير برضو بتنتقد أن مروان محسن غايب فترة كبيرة جداً والزاعي والصليبي في بعض الأمور بياخد ثلاثة أيام واحد يقول لك الصليبي في الحتة الفلانية اللعيبة في أوروبا بتاخد ثلاث شهور وبترجع مروان قاعد كتير مروان قاعد ضمن الخطة اللي حطها الدكتور الألماني اللي هو من أوروبا واللي قاله الدكتور واللي طبقه الجهاز الفني والطب في النادي الأهلي وشفنا حالة مروان تضح أن الأمور لما بتبقى فيه النطاق العلمي وكرة القدم أصبحت علم ما شاء الله شايفين مروان راجع عمل إزاي ما حسناش أنه كان بعيد ودي من النقاط اللي بتفرق كتير جداً مع الجهاز الفني وجهاز الطبي ولازم نشيد بهذا الأمر ونفس الموضوع مش مستعجلين لأن رامي عنده موضوع الإصابة كان مطلحك فمش مستعجلين عليه في هذا الأمر وإن شاء الله يكون في أقرب وقت ممكن في مع النادي الأهلي